نظم أهالي قريب كردستان الإيراني إضرابا عاما في 28 مدينة كردية احتجاجا على الإعدام الإجرامي الذي نفذه النظام الإيراني بحق مجموعة من الشباب المعتقلين ويعد هذا الإضراب جزءا من سلسلات الاحتجاجات والاضرابات التي تشهدها البلاد وبأشكالها المختلفة ولم تتمكن السلطات من إيقافها منذ انطلاق شرارتها نهاية ديسمبر العام الماضي ويستمر الاحتجاج رغم محاولات القمع والتعذيب والممارسات الإجرامية التي ينتهجها النظام منذ انقلاعها وهو ما أدى إلى مواجهات محتدمة حاول النظام قمعها بالرصاص الحي والاعتقالات التعسفية المستمرة بشكل يومي رغم المطالبات الدولية بالإفراج عن المحتجزين وإيقاف هذه الممارسات الإجرامية ترجمة نانسي قنقر